علاش المغرب الدولة العربية الوحيدة لما يخضعت ش الأمبراطورية العتمانية وكيفاش الجيش المغوبي ضمر الجيش العتماني اللي كان كنت عتanyonة من أخطر وأقوى الجيوش في العالم وعلاش جميع المحاولات دي الأمبراطورية العتمانية بشحت المغرب فشلت فشل كبير لا الجيش العظيم ولا المنظم ولا المتطور العتمانيين ولا الأسلحة المدمرة ولا اغتيال السلطان المغربي خوف ولا طوع ولا هزم مغاربة فشن السر ديال المغاربة أو الطاكتيك العسكري اللي خلى أقوى جيش في العالم أنه فيما يدخل المغرب ما كيرجعش مرحبا بيكون معنا في حلقة جديدة من حلقات هاشتاك ساميع معاكم سوفيان ساميع فقبل ما نقوله يكوب علش ما قدرتش الإمبراطورية العتمانية أنها تحتل المغرب خاصة نعرفه أولا كيفاش كانت القوة ديال الأتمانيين هذيك اللوقيتها راهم كانوا أقوى جيش في العالم وبالدليل أن العتمانيين احتلوا وسيطروا على الشرق الأوسط كامل وجزء كبير من القارة الأوروبية وشمال إفريقيا كامل إلا المغرب بوحده ما قدروش أنهم يحتلوه في شمال إفريقيا في الجيش ديالإمبراطورية العتمانية اللي كانت سميتهم جيوش الإنكشاريين كانوا الدولة اللي كيدخلوا لها ما كيخرجوا منها حتى كيطوعوها وكيحتلوها وكرجعوها تابعة للسلطنة العتمانية يعني كان جيش مرعب جدا وجيش منظم وجيش متمرس على الحروب وجيش قوي بزاف بالأسلحة المتطورة اللي كان كمتالكها هذيك الوقيتها واللي كانت كتخليه يدخل المدن والدول واحتلها بكل سهولة ففي بداية القرن 16 بدأت كل الدول العربية كتسقطوا كالتهاوى أمام الجيش الإنكشاري العتماني دولة من وراء دولة فمصر سقطعت في يد العتمانيين سنة 1517 الجزائر سقطعت في يد العتمانيين سنة 1515 الليبيا صدمت واحد شوية ضد العتمانيين ولكن في الأخير حتى هي سقطعت سنة 1551 تبعتها تونس حتى هي انهازمت في الحرد ديالها ضد العتمانيين سنة 1574 فالإمبراطورية العتمانية منحتلت جميع الدول العربية وفرضت السيطرة عليها ولا تتابع عليها هالدول العربية اقتصاديا وسياسيا واحتدينيا فكانت العملة اللي كتسق في الدول العربية كانت كتسق باسم الدولة العتمانية وكانوا الأئمة كيخطبوا على الناس في المساجد باسم السلطان العتماني اللي كان في ذلك الوقيتها هو السلطان سليمان القانوني فهنا الإمبراطورية العتمانية وعلى رأسهم السلطان ديالهم سليمان القانوني كان يحلم بالليل وبالنهار أنه يضم المغرب الأقصى الإمبراطورية العظيمة دياله فقرر سنة 1558 أنه يتوجه بالجيش دياله ويدخل يحتل المغرب كما يحتل باقي الدول العربية وباقي الدول الأوروبية بكل سهولة ولكن السلطان الأعظم سليمان القانوني غادي تصدم ديال بالصح والجيش دياله اللي هو أقوى جيش في العالم غادي يصحقه وغادي يدق دقوه المغاربة في رمشة عين وما غادي يرجع منهم تشوى واحد حي فكيفاش داروا لها المغاربة وش كوني كان حاكم المغرب في ذلك الوقيتة وش نوقع بالضبط فمن بحثنا لقينا أنه كان حاكم المغرب في ذلك الوقيتة هم السعديين وبني وطاس ففي سنة 1550 ناضوا أشاف السعديين برئاسة أبو عبد الله محمد الشيخ اللي جمع الجيش دياله ودق دق بني وطاس وجفع لهم من مدينة فعس وقال لهم أودين تومى يا بني وطاس ما صالحينش للحكم المغرب نهائيا قالوا لي علاشا وديق اللي هم لحقاش نتومى يا بني وطاس نطو قبلتوا التباعية للعتمانيين وبديتوا كتخطبوا في المساجد باسم السلطان العتماني سليمان القانوني وبغيتوا تجعل لنا الدولة ديالنا المغربية دولة تابعة للدولة العتمانية فالسعديين ما كانوا يحملوا العتمانيين وجفعوا على بني وطاس اللي اعتبروهم خاوانة ديال البلاد وبغاوا يسلموا المغرب للعتمانيين فمن السلطان ابو عبدالله محمد الشيخ دق دق بني وطاس وجرر عليهم من فاس توجه بالجيش دياله للجزائر باش يطرد منها العتمانيين اللي احتلوها فالسلطان المغربية ابو عبدالله محمد الشيخ وصل تيليمسان وحاصرها كاملة بالجيش دياله فقدر انه يتغلب على الجيش العتماني ويحضر بدين تيليمسان من يد العتمانيين سنة 1551 بعد ما حاصرها لمدة تسعة شهر وجرر على العتمانيين وانتعشر الحكم دياله احتلوها داخل الجزائر ومع ذلك بقاوا العتمانيين كيجمو عليه باش يسترجعوا تيليمسان وجميع المناطق اللي خرجوا منها السلطان المغربي وفي نفس الوقت راه المغربي كان كيتعرض الهجومات مستمره من جهة شمال والغرب من طرف الاسبانيين والبرتغاليين اللي كانوا احتلوه مباغين يحتلوه المغرب وهذه المسألة هذي اللي غاد تخلي السلطان محمد الشيخ انه يرجع بالجنود دياله المدينة فاس باش يزيد يحصل المغرب عسكريا من الهجمات ديال الاوروبيين فالسلطان السعدي محمد الشيخ والجيش المغربي ولو كيقاوموا على جوز جبهات من الشرق كيواجهوا العتمانيين ومن الغرب كيواجهوا الاسبانيين والبرتغاليين ومع ذلك المغرب قصى من السنوات وما قدروش العتمانيين يدخلوه ولا الاوروبيين انهم يدخلوه ويحتلوه فهنا السلطة العتماني سليمان القانوني كانت كتوصولها بان السلطة المغربي محمد الشيخ راه ما كيحملوش وما كيحملش العتمانيين وراه اي لمشا تتقو وقتا فغاد يقضي على الامبراطورية العتمانية لان العتمانيين الجيش اللي كانوا كيصيفطوه باش يحتل المغرب وانهي حكم السعديين ما كانش كيرجع نهائيا زائد ان السلطة المغربي محمد الشيخ كان دائما كيقول ان الهدف دياله هو انه يغزو مصر ويخرج طرق من تمه وكان السلطة المغربي محمد الشيخ هو الوحيد من بين السلاطين وزعماء العالم فهذيك الوقاية اللي كان كيسب بكعير علنيتا السلطة العتماني سليمان القانوني شخصيا وكان كيسميه بسلطة الحواتة لان العتمانيين كانوا عرفين بالاساطير البحرية لحقاش في ذلك الوقاية ما كان تشي زعيم او مالك او سلطان او زعيم يقدر انه يهضر في السلطان ديال الامبراطورية العتمانية وهذه الصريحات وهذا الفكر المغربي راه كان كيشكل رعب على العتمانيين وكانوا دائما كيف يفكروا كيفاش يهنوا من عقدة سميتها المغرب والسلطان المغرب لان المغرب اذا مشحتت قوة غادي ينوحلو معاه وغادي يقدر ينهي الحكم الامبراطوري حسب الاعتقاد دياله لانهم كانوا يقولوا مع رأسهم راه المغرب دابا اللي ما عندوش قوة كبيرة وحنا واحلين معاه فالي مشحتت قوة كيفاش غادي يندموا معاه فسليماء القانوني ما كانش كيحمل السلطان المغربية محمد الشيخ ومحمد الشيخ حتى هو ما كانش كيحمل الشعرة في السليمان القانوني ومع ذلك من سليماء القانوني شاف ان القوة ديال السعديين قوة كبيرة اللي نهات الحكم ديال الوطاصين فهم شتمعين وقضوا أنه يحكموا المغرب ويسيطعوا عليه بالكامل أرسل رسالة للسلطان محمد الشيخ ويهنيه بالملك وحكم المغرب وطلب منه أنه يخطب الاسم دياله في المساجد في جميع المدن المغربية ويكتبوا اسميته على السك ديال الفلوس كما كانوا يديروا بني والطعس فكان الجواب ديال السلطان السعدي محمد الشيخ جواب صادم جدا لسليمان القانوني قال لي بالحرف لا جواب لك عندي حتى أكون بمصر إن شاء الله وحينئذن أكتب للسلطان القوارب بالدريجة ديالنا وبالتعربية التعربية قال لي من نوصل للمصر إن شاء الله غاد نكتب للسلطان ديال الفليك تخيلوا ما هي أنه إمبراطور قدو قداش حاكم النص ديال الأرض عنده أساطير بحرية قدها قداش وسلطان ديال دولة عادية في ذلك الوقيتها كي نعتو وكي وصفو بسلطان ديال الفليك هذا كيزيد أكد ويتبت أن المغربة من بكري عناب فسليمان القانوني سلطان الإمبراطورية كعا ديال بالصح من الجواب ديال السلطان المغربي وقرر أنه يصفط له أكبر جيش على الأرض باش يمحس سلطان المغربي ويمحي المغرب من الخريطة في المستشارين ديال سليمان القانوني قالوا لي هقديرها سايفتنا عشرات الجيوش وما صورنا منه والو فالجيش اللي كيدخل المغرب راها ما كيرجعش نهائيا وفي آخر الحلقة قد نقول لكم علاش أي جيش كيدخل المغرب ما كيرجعش نهائيا فاقترح عليه المستشار دياله اللي هو الصدر الأعظم أنهم يغتالوا ويقتلوا السلطان محمد الشيخ عادي هجموا على المغرب باش تسهل عليهم احتلال المغرب فسليمان القانوني وافق على الفكرة وصيف طليه 12 قاتل محترف باش يقتلوا السلطان المغربي محمد الشيخ زايد أنهم غدينيرشيوا صالح الكاهية اللي هو قائد من أصول تركيا كان ضمن السلطان المغربي محمد الشيخ فاش هجم على بني وطاس من فاس ونهار الحكم ديالهم فهال 12 قاتل من القتل المحترفين من يوصلوا للمغرب دخلهم القائد صالح الكاهية عامد السلطان وقال لي هادو رهبانين من حكم العتمانيين ويطالبوا منك أنك تحميهم منهم فالسلطان محمد الشيخ حيث كان كيتيق في القائد صالح الكاهية سقبلهم عنده في القصر دياله وكلهم وشربهم وسلحهم وطلع فيهم وقال لي هم غدينتبقاوا في القصر باش ميتمش الاختيال ديالكم من طرف العتمانيين فكانوا هات 12 قاتل كيدخلوا عند السلطان كل صباح كيبوسوا له يديه وكيشكروه على حصل السقبال دياله وليهم والحماية اللي وفاها لهم حتى واحد النهار ستجي الفرصة بيقتلوه من يبقاوا منهم للسلطان ومن يقتلوه وقطعوه له رأسه بمساعدة القائد الخائن دياله اللي هو صالح الكاهية فمن يقطعوه الرأس ديال السلطان محمد الشيخ كينا رواية اللي كتقول أنهم ادعوا رأس السلطان سليمال القانوني اللي علقوا أو علق له رأسه في أمام القصر دياله في القسطنطينية وكينا رواية تانية اللي كتقول أنه رأهم شدوهم في الجهة الشرقية من المغرب وبالطبط في منطقة اللي كتسمى اليوم بمدينة وجدة وذا كشعلاش تسمى هذه المدينة بوجدة لحقاش تسمى فين شدوهم ووجدوهم وتسمى التوجدات ومن بعد تطور الاسم وولاتك التنطق بوجدة المهم ما علينا؟ فمن العتمانيين تطرقوا المصمار ديال الاغتيان وتفكوا وتهناوموا من السلطان المغربي محمد الشيخ اللي كان دير لهم العلة وقتل لهم مئات من الجيوش ديالهم قروا أنهم هذه هي الفرصة عودتاني باش يدخلوا ويحتلوا المغرب بسهولة لأنهم قطعوا رأس النظام الحاكم في البلاد وأن البلاد ولا تمرونة وهذه الفرصة ديالهم باش يدخلوا المغرب ويحتلوه وجدوا جيش قدو قداش باش يهجموا على المغرب في المقابل المغربة مستسلموش وعشرف السعديين والقبائل المغربية بايعوا الابن ديال السلطان محمد الشيخ اللي هو الشريف أبو محمد عبدالله الغالب فالسلطان جديد للمغرب اللي هو ولد محمد الشيخ اللي هو عبدالله الغالب ناضب بسرعة رجع النظام في البلاد وقوّل جيش دياله باش ينتاقب المقتل ديال الأب دياله ورفض رفضاً تاماً أنه يبايع السلطان العتماني وقرر أنه يواجه الجيش العتماني وأخه هو جديد في الحكم ديال المغرب ففي سنة 1558 وصل أكبر جيش ديال إنكشاري الجزائر باش يهجموه على المغرب ويحتلوه فاطلق الجيش العتماني والجيش المغربي في منطقة تيسا بالقرب من واد للبن نواحي مدينة فاس مع العلم أن الجيش المغربي كان بإمكانيات محدودة وإمكانيات تقليدية جداً مقارنة بالجيش العتماني اللي كان جيش قوي ومنظم ومجهز بأحدث الأسلحة هذيك روقيتها فالصدمة اللي وقعت أن الجيش المغربي دق دق الجيش الإنكشاري العتماني وهلكهم بيمصح وقلة قليلة من الجيش السليمان القانوني هي اللي قدرت أنها تهرب وترجع الجزائر ومن الجزائر رجعت القسطنطينية فالسليمان القانوني سلطة الإمبراطورية تصدم دياله الصح وعرف أن المغرب من المستحيل أنه يتم إخضاعه للحكم ديال العتمانيين وكانت معركة ود البن هي معركة تاريخية الجيش المغربي ضد جيش أكبر إمبراطورية في العالم فشن السر ديال الجيش المغربي اللي خلاه أنه ما يخسرش الحرب وخب إمكانيات تقليدية وضعيفة فمن بحثنا لقينا أن الجيش المغربي كان كيعتامد حسب الخبراء على التاكتيك العسكري وحربي خطير وخطير جدا لهو أنهم كيخليوا الجيوش العتمانية أنهم يدخلوا ويتوغلوا بكل سهولة في الأراضي المغربية ومن بعد ما يقطعوا واحد المسافة كبيرة على مناطق ديال الدعم ديال الجيش العتماني فهو ما كيبقاوا وجه اللي وجه مع الجيش المغربي وكتخفج جيوش مغربية اللي كيكونوا متمركزين في الجبال وكتحاصرهم وكتحاصر الجيش العتماني من جميع الجيهات باش ما يقترش أن الدعم يوصلوا وما يقتروش أنهم يتراجعوا فالجيش اللي يدخل المغرب كان بهالطريقة ما كيقترش يرجع نهائيا وهذا هو السر اللي خلا أي جيش ديال العتمانيين اللي كيدخل المغرب ما كيخرش منه بكل بساطة وقبل من الختمو نزيدكم بعلومة وحد أخرى اللي احتها هي مهمة ومهمة جدا علاش في العالم المغربي ما غديش تلقى فيه الهيلال العتماني بحاله بحال باقي دون ديال المغرب العربي بحال جزائر، تونس، موريطانيا وليبيا اللي كيتواجد فيها الهيلال العتماني في الأعلام ديالهم لأنهم بكل بساطة خضعوا الاحتلال العتماني لأن العتمانيين منحتلوا آسيا الصغرى والأناظول ووضعوا شكل الهيلال والنجمة على العالم ديالهم ولا هو رمز ديال الدولة العتمانية وانتوما، أشنوبا لكم؟ خلونا الأراءة ديالكم في التعليقات ولعدكم أي معلومة بخصوص هذا الموضوع تقسموا بها نحتهية بعد ذلك نوصل معكم ختام حصة اليوم من هاشتاك ساميع إذا كانت هذه المحتوى، اضعوا شجعونا ودعمونا بـ 21 ألف لايك ونقوم بخصوص وكومنتر لكي نصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس وتعمل الفائدة كما نقوله دائما والجريد ستجدوا على القناة ديالنا على موقع يوتيوب هذه تحية سوفيان ساميع السلام عليكم